شباب أعطيكم ألف عافية وزي ما قلنا كل سنة وسلمين بهذا السنة إن شاء الله تكون خير عليكم بدنا نتابعك حديثنا في الاتصال في مادة مدخل العلم الاتصال واليوم استكمال الأشكال أو أنواع الاتصال المختلفة نلاقيها في حياتنا وفي عملنا بمجالات مختلفة فبنا نتحدث اليوم عن الاتصال السياسي الدولي الاتصال السياسي الدولي إحنا بنرمز له به أو بنترجمه International Political Communication Communication ما يطبق على الاتصال نحاول هون كيف نطبقه على الجانب السياسي وطبعا الجانب السياسي ممكن يكون أنا بفضل قبل هذا العنوان نحكي عن الاتصال السياسي بشكل عام بعدها نحكي عن السياسي الدولي الآن اللي منكم بقرأ في العلوم السياسية بيعرف أنه إذا عم نحكي إحنا في الشؤون العامة لأي بلد إحنا نكون منحكي في الشأن الداخلي أما إذا كنا منحكي خارج الدولة الأمور السياسية المتعلقة بعلاقة الدولة بدول أخرى هنا منحكي international فممكن يكون بين دولة ودولة أخرى يعني فقط دولتين منسمي هذا lateral أو ثنائي وإذا كنا منحكي متعدد multi متعدد يعني أكتر من دولتين وإذا منحكي عن مستوى النظام العالمي ككل والأمم المتحدة على سبيل المثال منحكي هنا international فنما منتحدث عن العلاقات الدولية إحنا هنا منحكي international إذا منحكي علاقات ثنائية أو على المستوى الإقليمي اللي هي مجموعة من الدول اللي هي بتخضع لإقليم واحد مثل مثلا الأنشطة السياسية أو العلاقات السياسية اللي بتكون بين الدول العربية أو بين الدول الأوروبية مثلا في الاتحاد الأوروبي أو في مثلا جامعة الدول العربية هذا منسمي إقليمي إذا تعد ذلك يعني خرج عن المنظومة الوحدة بيصير منحكي ساعتها أنه هو international سوء الأوردن كيف مع سبيل المثال حتى نفهم الوضع الموضوع كيف بيعمل الاتصال السياسي ثنائيا أو إقليميا أو دوليا بيتم هذا الحكي من خلال وزارة الخارجية الشؤون الخارجية والمقتربين إحنا هنا اسمها وبعض الأمور بتكون من خلال الديوان الملكي على سبيل المثال ديوان الملكي بالتعاون مع وزارة الخارجية وبتم التواصل أو الاتصال مرات بيكون من أعلى الهرم يعني بمعنى من أعلى رأس في الدولة اللي هو جلالة الملك بيتم التواصل مع الجهات الأخرى ممكن بأشكال مختلفة هلأ حننشوف بعضها ممكن يكون من خلال اتصال هاتفي ممكن يكون برسالة ممكن يكون رسالة ترسل يعني خطيا أو ممكن تكون لفظيا ممكن تكون من خلال مؤتمر ممكن تكون من خلال ميمو بيسموها ميموراندم يعني بمعنى مذكرة ترسل من خلال السفارة أو ممكن يكون السفير يوصل السفير الأردني في دولة أخرى مثلا يوصل هذه الرسالة وهكذا هلأ لما بتكون الرسالة في المجال السياسي بتكون شفوية هذا بدل على أنها يعني بتتمتع بدرجة أعلى من السرية بحيث أنه ما بتم نقلها إلا من شخص إلى شخص حتى يكون فيه لها نوع من الكتمان أو عشان ما يصير فيه أي نوع من التسريب زي ما بقولوا في الجانب الإعلامي هلأ الفرق بين الاتصال السياسي الدولي والاتصال الدولي إنه حنا هون عم نضيف زي ما أنتم شايفين الكلمة السياسي يعني بمعنى قد يكون الاتصال الدولي دون أن يأخذ معيار أو الجانب السياسي كيف بتم هذا الكلام مثل ما بنصير بالأمم المتحدة على سبيل المثال إذا كنا بنحكي اتصال دولي يعني بمعنى مثلا الأردن عم تتواصل مع إحدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة يعني مثلا وزارة الصحة عم تتواصل هلأ حاليا مع الWHO اللي هي منظمة الصحة العالمية هلأ هذا المفروض إنه ما يكون اتصال يعني بهذا السياق اللي إحنا هلأ عم نحكي عنه على سبيل المثال موضوع الكورونا هو ما بيكون اتصال سياسي المفروض هنا إحنا عم نحكي بالاتصال اللي له علاقة بالتنسيق اللي بتتعلق بالملف مثلا من المطاعيم ملف اللي هو الحيطة اللي بتتخذها كل دولة حتى تقضي على هذا المرض حتى تواجه المشكلات اللي بيواجهها مواطني وهكذا فبالتالي هو بيكون بالشأن التخصصي إذا بنحكي مثلا اتصال دولي بين وزارة البيئة وكمان منظمة البيئة الدولية بتحكي هنا في المجال الدولي بتحكي في مجال فقط التخصص تبعها يعني اللي هو في المجال العمل البيئي المشترك وبصير فيه اتفاقيات دولية عادة احنا الأردن منكون مثلا مواقعين في هاي الاتفاقية ومنعمل على خنقول يا إما يعني منتحفظ على البنود اللي احنا مش راضين عنها يعني بمعنى منرفضها ومنسجل اعتراضنا عليها او منوقع عليها وبتدخل بحيز التنفيذ ومنسميها هون المصادقة والتوقيع هاي الاجراءات اللي بتتم عادة وهون بيصير انه شو الخطة اللي بتشتغلها او الاستراتيجية اللي بتطلقها المنظمة الدولية سواء بنحكي عن صحة سواء بنحكي عن بيئة او زراعة او اغذية او مناخ مثلا بجوزة بيحكي بجوزة للمنظمة بتحكي عن موضوع المناخ والتغير المناخي او منظمة بتحكي عن موضوع شؤون اللاجئين مثلا فحسب الموضوع ومجاله ممكن مثلا يونسكو بتحكي عن التعليم والتنمية وعن الثقافة والعلوم في هاي الحالة حسب الاجندة والخطة الاستراتيجية لهاي المنظمة والاتفاقيات اللي بتطلع منها واحنا منكون موقعين عليها او مصادقين عليها وموافقين عليها باجتماعاتنا وبمؤتمراتنا الرسمية بيكون مطلوب مننا انه احنا من خلال القنوات المختلفة انه ننفذها ممكن تطلع مذكرات او اتفاقيات تروح لها مثلا هي عادة التسلسل بيكون كالتالي بتروح الاتفاقية لا او الاشي لا لانها بتجينا من خلال سفارة في دولة معينة يعني لنفرض احنا عم نحكي في مثلا منظمة موجودة لنفرض في لنفرض في نيئة بتنحكي عن نيويورك اه اجت النص الاتفاقية بتروح لأوين سفيرنا اللي في نيويورك بيبعثها لوزارة الخارجية لانه هو يتبع لوزارة الخارجية هاي تشانل تمام هلا وزارة الخارجية لانه الموضوع ما بعنيهم تماما هو موضوع تخصص اللي نفرض هو في العلوم او في المناخ في البيئة في الزراعة في الصحة حسب الموضوع بيبعثها للجهة المعنية هلا غالبا الموضوعات كلها بيكون فيها خطط استراتيجية واجندات تنمية فبتروح لوزارة التخطيط اذا كانت متخصصة يعني نفرض نحكي في الزراعة بتروح لوزارة الزراعة في الصحة بتروح لوزارة الصحة وهكذا فبتم تحويلها حسب بالاضافة للتخطيط حسب الجهة المعنية طبعا مجلس الوزارة بيكون له علم في الموضوع لانه كمان هو بيكون طرف في انه يعني تم نشر والتوعي بهذا الموضوع واخذ خطوات معينة من قبل المجلس الوزارة في بعض الأحيان زي ما هلأ مثلا موضوع الكورونا مثلا ممكن يكون في تنسيق عن مستوى الدولي في موضوع مثلا موضوع اكيد الحضر وما الحضر هذا قرارنا الداخلي كل دولة على المستوى الدولي هذا بتم يعني تناقله والاستجابة إله على المستوى يعني دولي متساوي تقريبا أو متشابه هلا إذن الامتة بيصير political لما بدخل الشغل أكتر أو الجانب السياسي أكتر يعني بما أنه احنا عم نشتغل على العلاقات الثنائية في العلاقات الدبلوماسية مثلا يعني دائما الدبلوماسية هي في مقابل الحرب يعني عم نحكي الدبلوماسية معناها عم نحكي السلام فممكن مثلا تنمية العلاقات أو مثلا إنها تكون تبوش هاي العلاقات بشكل أكتر إيجابي هذا بيكون هنا عم تشتغل على المستوى السياسي فدائما بيكون في تواصل مثلا بين وزارة الخارجية ولنفرض واحدة من السفارات لنفرض سفارة خلنا نقول مثلا ألمانيا أمريكا أو أي دولة مثلا أجنبية إذا حبيت بيكون فيه لقاء عادة مشترك هذا اللقاء بيتم فيه التواصل اللي هو الكميونكيشن جزء منه بوليتكل وجزء منه بنسميه تكنيكل اللي هو جانب السياسي اللي هو العلاقات بين الدولتين أو أكثر من دولة التكنيكل اللي هو الموضوع التخصصي اللي هو مثلا بتحكي بيئة بي عندهم موضوع بيحكوه في التعليم بيحكوه في الصحة وتأذر كان موضوع بعنيه هذا الملف بيكون هو الجانب التكنيكل فدائما بيكون فيه عندي مثلا شخص يعني ملحق سياسي دبلوماسي بيكون بيشتغل على الملف السياسي وآخر بيكون بيشتغل عن ملف المختص ممكن يكون اقتصادي مثلا وهيك بيتم عملية الاتصال السياسي إذن بين دولة واخرى عشان هيك منسمي اتصال دولي وممكن زي ما قلنا ممكن يكون اتصال دولي مش بالضرورة يكون فيه جانب سياسي هلا السؤال اللي بيحكي فيه أو مارغرت إذا أخذنا واحدة من التعريفات أو الاتصال السياسي الدولي اللي حقرفتها مارغرت ستيسي اللي هي شنايدر ستيسي بتقول إنه الاتصال السياسي هذا هو كان تعريفها هو معني بخلق السياسات التي يمكن أن تؤثر على علاقات السلطة راحظوا كيف هم تحكي عن سياسات هاي السياسات ممكن تأثر في العلاقة بين السلطة السلطة الدول اللي إلها طبعا دائما ما محكي العلاقات الدولية ما بتكون إلا بين دول إلها سيادة هذا المفهوم في السياسة السيادة يعني بمعنى الدولة بتقدر تأخذ قرار أو اللي عرأس الدولة الأعلى الهرم هو اللي بتأخذ قرار وما حدا بتدخل فيه يعني هو ليس خاضع للاحتلال وأنه هو بتمتع بكل السلطة بأنه يعني يتخذ قرار من دون تدخل الآخرين طبعا هذا عادة بيكون عندما تم استقلالية الدولة والاعتراف فيها على مستوى الأمم المتحدة طبعا هلأ كيف بتم هذا الاتصال زي ما قلنا ممكن يكون من خلال هو يعني تمثيل لما يسمى بالتبادل رموز شو هي الرموز الهامة اللي بتشكل هاي التصورات السياسية اللي احنا عادتها منقول قبل شوي أنه هي هادي اللي بتأثر على إدراكنا الدولي بتأثر على الأعضاء الرسميين وغير الرسميين في الدول الرسميين اللي بنحكي عن الموظفين والحكوميين اللي لهم طابع سياسي زي ما هني بكونوا بوزارة الخارجية كملحقين دبلوماسيين أو برتب مختلف في العمل الدولوماسي وبتم التوزيع السلطة والعلاقات بينهم طبعا في دوق هذه السيادة طبعا الرموز ممكن نحكي هون مثل إيش رموز ممكن أي رسالة يعني تلقى أو بتم توجيهها لجهة أخرى هذه يعني خلان نقول بتم توجيهها من خلال رمز معين ممكن يكون هلأ بنحكي عنهم بعد شوي ممكن تكون مذكرة ممكن يكون بيان ممكن يكون خطاب مؤتمر يعني في أشكال مختلفة في العمل السياسي طبعا ممكن يكون كتاب مثلا فيه شكر فيه نوع من ممكن يكون تأنيب إذا كان فيه مثلا خصومة أو مشاكل بين دولتين وهكذا هلأ المصطلحين اللي حكيناهم إذن في الإتصار الدولي والإتصار الدولي السياسي يعني أحد المفكرين اللي هو داوتسوم بيحكي إنه في أربع أنواع من الإتصار الدولي السياسي يعني تقريبا هو شكلهم بهذا الشكل إيش هن الأربع أنواع زي ما إنتوا شايفين في الإتصار الدولي السياسي الشكل الأول اللي هو بتضمن إتصار المؤسسات يعني المؤسسة نفسها هي بتناء بتتمارس شكل من أشكال النفوذ السياسي خارج حدود بلدها يعني مثلا لما بتيجي اليو أس مثلا الوكالة الأمريكية للإعلام اللي معنية في الإعلام يعني بمعنى إحنا بتعرفوا الأمريكا في إلها وكالات مختلفة في دولنا المختلفة يعني مثلا إحنا في الأردن في عنا مثلا اليو إن دي بي اليو إن دي بي اللي هي معنية في الديفلوبمنت في الشأن التنموي مثلا في برضو مثلها كمان وكالة يعني معنية بالإعلام بالكومينيكيشن ومثلا موجودة في واحدة من الدول اللي نفرض مثل الأردن في مصر أو أي دولة أخرى فهو شو بتعمل في هذه دور الوكالة أو الجهة هي بتعمل على إدارة الإعلام الخارجي اللي بيتبع للدولة يعني التنصيق ما بين مثلا أمريكا ودعم عادة بتكون للجهة المعنية فممكن مثلا نكون في دعم لوزارة الإعلام في دولة من دول الوطن العربي سواء تحكي مصر الأردن أو أي دولة أخرى في التنصيق الإعلامي فإذا هون منحكي سياسي وإعلامي شوفوا كيف دخلنا إنه السياسي هو المشترك ولكن بيأخذ جانب تكنيكا الآخر اللي هو هون عم نحكي عن الإعلام ممكن يكون في مؤتمر ممكن يكون في بيان يعني عادة السياسي تعني إنه في مصالح مشتركة بتركز السياسي على المصالح المشتركة تمام هلأ النوع الثاني من الاتصال الرسمي اللي هو مش بالضروري يكون في ممارسة نفوذ سياسي في الخارج ممكن يكون يعني بشكل غير مباشر غير رسمي فيكون في نوع من التواصل بين جهتين وحدة خلنقول داخلية رسمية وأخرى خارج هذا الاتصال النوع الثالث اللي هي اتصالات الخاصة اللي هي ممكن تعمل تأثير سياسي يعني واضح طبعا هذا بشمل موضوع المنظمات اللي قلنا عنها اللي بتصير فيه تفاهمات أو علاقات اتفاقيات مثلا دولية وهذه بتأثر على التغير اللي ممكن نشوفه في المشكلات السياسية والشأن السياسي يعني مثلا ممكن يكون فيه اتفاقية مثلا دولية بتحكي عن حماية البيئة مثلا فهلأ هون هذا هون النوع الثالث هو اتصال خاص بتحدث بين هاي على سبيل المثال الجهة الدولية المعنية في العمل البيئي ومثلا مع الأردن في وزارة البيئة زي المثال اللي حكيت لكم قبل شوي في هاي الحالة بتكون الدولة هنا التركيز على العمل في المجال الخاص وهدف وهدفهم لما بتم العمل بين هاي منظمة الدولية لأمم المتحدة مع مثلا الوزارة من وزارات متخصصة في مجال معين سواء بتحكي صحة تعليم او ايش ما بدك اي وحدة من هدول الملفات كمان بيكون الهدف انهم يشتغلوا على حل مشكلة معينة فممكن يكون المشكلة العلاقة في التعليم في التنمية في الصحة في البيئة حسب طبعا اكيد هاي المشكلة اذا انا حليتها في اي دولة من الدول هتأثر على الوضع السياسي تعرفوا دائما في تنمية الامور متداخلة يعني اذا كان الموضوع بيشتغل اقتصاد حيأثر على السياسة لانه مثلا الفقر والبطال بيأثروا على موضوع الامن والامان والسلم الداخلي مثلا في المجتمع وهكذا فأي موضوع يعني بتخصص بيأثر على المشكلة السياسية هلا النوع الأخير من الاتصال الخاص اللي هو بس خليني اكمل هالنقطة ومنوقف لهذا يكون يكون اهداف سياسية ما بيكون بالضرورة له أهداف سياسية ولكن هو بيخضع على السيطرة في يعني خلنقول المحادثات مع الدول الأخرى طيب خليني اعمل ونسمع السؤال